أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا جميعا إلى صالح القول والعمل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي العزيزين والعزيزات أهلا ومرحبا بكم في الدرس السابع من دورة قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق طيبة النشر في هذا الدرس بإذن الله سوف نشرح باب الفتح والإمالة وباب السكت وباب الوقف على مرسوم الخط وباب الألفات السبعة الباب الأول في هذا الدرس هو باب الفتح والإمالة نتعرف على بعض بعض التعريفات الهامة في هذا الباب أولا تعريف الفتح الفتح هو عبارة عن فتح القارئ ثمه بالحرف يعني إذا أردنا أن نقرأ حرف مفتوح فلابد من فتح الفم أما بالنسبة للإمالة فهي لغة التعويج يعني أملت الشيء يعني أعوجت الشيء أما إصطلاحا فهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف التي بعدها نحو الياء يعني نقترب ما بين الفتحة والكسرة وما بين الألف والياء هذا طبعا تعريف الإمالة بشكل عام طيب الإمالة إخوة كرام تنقسم إلى قسمين القسم الأول أو الإمالة الأولى هي الإمالة الكبرى وهي تكون بين الألف والياء تماما من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط وتسمى أيضا بالإضجاع وهي يعني المراد بها على الإطلاق يعني إذا أردنا أن نطلق لفظ الإمالة فنحن نقصد لفظ الإمالة الكبرى أما الإمالة الصغرى فهي النطق بالحرف بين الفتح والإمالة المحضة ويطلق عليها التقليل تماما سنتعاء يعني الإمالة الكبرى مثل يعني ما يميله الإمام مثلا حمزة والكسائي من ذوات الياء مثل الموت ومثلا هدي وموسي هذه طبعا تسمى إمالة كبرى أو مثلا عند الإمام حفظ لفظة واحدة وهي لفظ أو لفظة مجريها هذه هي الإمالة الكبرى يعني يكون النطق بين الألف والياء أما التقليل أو الإمالة الصغرى مثل يعني لفظ التورى عند الإمام مثلا قالون أو الإمام حمزة أو التقليل عند الإمام واش في ذوات الياء بخلف أو عند ذوات الراء مثلا مثل لفظ الموت هكذا يعني التقليل النطق بالحرف بين الفتح وبين الإمالة الكبرى مثل يعني حرف الأي باللغة الإنجليزية يعني هكذا الموت أو مثلا النار النار هكذا هذه تعريفات بشكل عام طيب إذا أردنا أن نأتي إلى مذهب الإمام ابن كثير في باب الفتح والإمالة فالإمام ابن كثير لم يمل أو يقلل أي كلمة في القرآن وله في كلمة مجريها ضم الميم مع فتح الراء يعني بدون إمالة يعني يقرأ الإمام ابن كثير لفظة مجريها بالفتح هكذا يعني مجراها مجراها يعني لم يمل أي كلمة أو أي لفظ في القرآن كله نأتي إلى الباب التالي وهو باب السكت طبعا كما نعلم تعريف يعني السكت هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يسيرا من غير تنفس ومقداره حركتان طبعا ما يفرق بيء السكت عن الوقف هو التنفس يعني إذا أخذ القرآن نفس فيصبح هنا وقفا وليس سكتا لكن عند يعني الوقف أو قطع الصوت بمقدار حركتين من غير تنفس هذا ما يسمى السكت طبعا عند الإمام حفظ كما نعلم أربع سكتات واجبة وسكتتان جائزتان هذا عند الإمام حفظ الأربع سكتات الواجبة هي من بعثا قيما لينذر بأسا شديدا من لذون ولم يجعل له عوجا قيما تمام عند الوصل يعني إذا أردنا أن نصل الآيتين ببعض فإننا نسكت على لفظ عوجا وأيضا في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وفي سورة أيضا القيامة وقيل من راق وفي سورة المطففين كلا بل رانة هذه طبعا عند الإمام حفظ وأما السكتات الجائزة أو السكتتان الجائزتان فهي عند يعني آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة أحد الأوجه يعني في وصل السورتين نقرأ بالسكت وأيضا عند لفظ ما ليه هلك عني سلطانية ما ليه هلك عني سلطانية هاتان السكتتان الجائزتان هذا طبعا باب السكت بشكل عام عند الإمام حفظ لكن الآن نرى مذهب الإمام ابن كثير في باب السكت فالإمام ابن كثير ترك السكت في الألفاظ الأربعة الواجب عند الإمام حفظ والتي ذكرناها قبل قليل وهي في سورة الكهف وياسين والقيامة والمطففين طب قد يسأل سلطيب ماذا عمل في السكتتين الجائزتين يسكت الإمام ابن كثير بشكل جائز عند السكتتين الجائزتين كما يفعل الإمام حفظ يعني قبل سورة التوبة عند وصل أي سورة قبل سورة التوبة بأولها وهذا أحد الأوجه طبعا كما نعلم الأوجه هي إما الوصل من غير يعني وقف أو سكت وإما القاطع أو الوقف بدون بسملة وإما السكت هذا في أول سورة التوبة أما بالنسبة الموضع الثاني وهو ما ليه هلك عني سلطاني أيضا يعني هذا موضع جائز يعني قد يسكت الإمام هنا ابن كثير أو يترك السكت لذلك سميت سكت جائزة هذا طبعا باب السكت الباب الذي يليه هو باب الوقف على مرسوم الخط سوف ندرس في هذا الباب الوقف على تاء التأنيف المفتوحة يعني المبسوطة والوقف على ما الاستفامية المسبوقة بحرف جر طيب الجزء الأول هو تاء التأنيف المبسوطة طيب إذا كتبت تاء المؤنث المفردة بالتاء المفتوحة فيجب عند ابن كثير الوقف عليها بالهاء وهي لغة قريش وقد وردت في ثلاثة عشر لفظة توزعت على واحد وأربعين موضعا مثل فطرة طبعا هنا كتبت بالرسم العثماني بالتاء فإذا يقف عليها الإمام ابن كثير بالهاء يعني يقف عليها فطرة وسنة يقف عليها أيضا بالهاء سنة وامرأة لعنة رحمة نعمة بقية معصية كلمة قرة شجرة جنة ابنة هذه الألفاظ الثلاثة عشر طبعا وردت في مواضع مختلفة في واحد وأربعين موضعا طيب يلحق بتاء التأنيث الألفاظ التالية أولا ألفاظ مرضات وذات والات والات مثلا ذات بهجة اللات والعزة ولا تهين مناص تمام عند الوقف على التاء هنا يقف عليها الإمام ابن كثير بالتاء طبعا وهذا عكس القاعدة التي عند الإمام ابن كثير بحيث يقف عليها بالهاء لكن هذه الألفاظ الأربعة يقف عليها بالتاء يعني يقرأ مرضات ذات اللات ولات طبعا وممكن أن يكون الوقف هنا من باب الاختبار يعني إذا كانت يعني ليست موضع وقف أو يعني لم يتم المعنى فيكون من باب الاختبار طيب لفظ يا أبتي يقف عليها الإمام ابن كثير بالهاء يا أبه يعني كالمذهب العام عنده طب لفظ هيهات وردت في سورة المؤمنون مرتين يعني هيهات هيهات لما توعدون يقف عليها الإمام البزي بالهاء في اللفظتين طبعا في اللفظين يعني هيهاء واللفظ الآخر هيهاء أما الإمام قنبل يقف عليها بالتاء هيهات هيهات وأيضا الثاني هيهات وله وجه الوقف بالهاء من الطيبة يعني هيهاء والوجه هنا طبعا وجه الطيبة يعتبر من زيادات الطيبة ومن زيادات الكبرى على الصغرى عند الإمام قنبل إذن القاعدة العامة أن الإمام ابن كثير يقف بالهاء في هذه الألفاظ ما عدا أربع ألفاظ وهي مرضات وذات وألات وولات يقف عليها بالتاء ولفظ هيهات للإمام قنبل الوقف بالتاء وله من الطيبة كالقاعدة العامة بالهاء الوجه يعني الثاني له من زيادات الطيبة طبعا كما تعودنا في أو عفوا الآن بقي الجزء الثاني من هذا الباب وهو ما الاستفهامية المسبوقة بحرف جر طيب ذلك في الألفاظ الخمسة التالية ألفاظ عمّة وممّة وبمّة وفيمّة ولما هي طبعا ما الاستفهامية أتى قبلها حرف جر عمّة يعني هي أصلها عن ما لكن أدغمت فأصبحت عمّة وممّة هي أصلها من ما أدغمت أصبحت ممّة وبمّة بي مّا وفيما في مّا ولما لما لام هنا أيضا حرف جر هنا العمل للإمام البزي يقف الإمام البزي عليها بوجهين الوقف عليها بعدم السكت كحفص يعني حفص يقرأ عند الوقف بالسكت يعني بالسكون عمّة هكذا طبعا لا ننسى الغنّة في الميم المشدّدة وأيضا ممّة ممّة طيب بمّة بمّ فيما فيمّة ولا ننسى المدّة العارض للسكون طبعا ولما لمّ هذا الوجه الأول كالإمام حفص لكن الوجه الثاني عند الإمام البزي البزي هو الوقف عليها بها السكت ها السكت هكذا مثلا عمّة ممّة بمّة فيما لمّة يعني مثلا عند الإمام حفص لفظ يتسنّة أو مثلا ماليّة أو مثلا في سورة القارع أيضا فأمّه هاوية فهو في عيشة راضيّة تمام هذه طبعا الألفاظ الخمسة هنا يقف عليها الإمام البزي طبعا فقط بالوجه عدم السكت والوجه الثاني له بها السكت يعني عند الوقف للإمام البزي نقرأ بالوجه الأول بعدم السكت عمّة والوجه الثاني عمّة والكلمة الثانية ممّة والوجه الثاني ممّة بمّة 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 أما الإمام قنبول طبعا يقف كالإمام حفص يعني فقط بوجه واحد وهو عدم السكت كما تعودنا زيادات الطيبة في كل باب طبعا باب الفتح والإمالة لا يوجد يعني زيادات أو لا يوجد خلاف بين الكبرى والصغرى وباب السكت كذلك أما باب الوقف على مرسوم الخط فقط يعني وجه الوقف بالهاء لقنبول في تاء التأنيث المبسوطة في لفظ هيهات قلنا أن الإمام قنبول يقف بالتاء لكن زيادة الطيبة أن له وجه الوقف بالهاء بالهاء يعني هذا الوجه الثاني للإمام قنبول الباب الأخير في هذا الدرس هو باب الألفات السبعة طبعا بعض الدروس أو الدورات لا تذكر هذا الباب لا تعتبره من يعني الكلمات الفرشية وليس من الوصول لكن سنذكر أيضا حتى نرى الفروقات بين الأئمة في هذه الألفاظ السبعة اشترك الإمام ابن كثير مع الإمام حفظ في هذا الباب إلا في الثلاثة ألفاظ التالية سلاسلة في سورة الإنسان وقوارير أيضا في سورة الإنسان اللفظين اللفظ الأول والثاني وثمودة في أربع مواضع سنذكرها الآن أما باقي الباب مثلا لكنه أنا تمام هذه الألفاظ يعني اتفق الإمام ابن كثير مع الإمام حفظ في هذه الألفاظ لكن الخلاف هنا في هذه الألفاظ الثلاثة سلاسلة وقوارير وثمودة سنفصل هذا الأمر الآن كل كلمة على حذى لفظ سلاسلة قرأ البزي وصلا بفتح اللام وفي الوقف كحفص يعني نحن نعلم أن في حال وقف لحفص وجهان إما بالألف سلاسلة وإما بالإسكان اللام وحذف الألف سلاسل يعني إنا أعتدنا للكافرين سلاسلة وأغلالا وسعيرا هذا في حال الوصل طبعا الإمام البزي سلاسلة وأغلالا وسعيرا أما في حال وقف إما أن يقرأ سلاسلة أو سلاسل هذا طبعا مذهب الإمام البزي طيب الإمام قنبل يقرأ بحذف الألف في الحالين وصلا ووقفا يعني في حال الوصل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلة وأغلالا وسعيرا وفي حال وقف يقرأ سلاسل هكذا يعني تمام يعني يحذف الألف في الحالين في الوقف وفي الوصل لفظ قواريرا الموضع الأول في سورة الإنسان أيضا ابن كثير يعني نصب هذا الموضع مع التنوين يعني قرأ قواريرا لكن طبعا في حال في حال الوصل في حال الوصل نعم أما في حال الوقف فيقف عليها بألف العوض في حال وقف بألف العوض الموضع الأول وأكواب كانت قواريرا يعني الإمام بن كثير هنا بتمامه سواء البزي وقنبل وأكواب كانت قواريرا هنا في حال الوقف بألف العوض طيب إذا وصلنا كانت قواريرا قواريرا من فضة هكذا يعني يكون تنوين نصب مع لا ننسى الإخفاء في حال الوصل أما الموضع الثاني فيقرأه الإمام ابن كثير كحفص يعني بحذف الألف وقفا ووصلا يعني قواريرا من فضة هذا في حال الوصل أما في حال الوقف قوارير لا يقرأ مثلا قواريرا من فضة لا فقرأها بحذف الألف قواريرا من فضة وفي الوقف قوارير تبقى اللفظ الثالث والأخير وهو لفظ ثمودا قرأه الإمام ابن كثير بتنوين الدال ويقف عليه بالألف وذلك في أربعة مواضع وهي الموضع الأول في سورة هود ألا إن ثمودا كفروا ربهم إذن بتنوين الدال ثمودا كفروا طيب الكلمة أو الموضع الثاني في سورة الفرقان وعادا وثمودا وأصحاب الرس هو الموضع الثالث في سورة العنكبوت وعادا وثمودا وقد تبين والموضع الأخير في سورة النجم وثمودا فما أبقى هذه طبعا الموضع الأربعة التي قرأها يعني قرأها الإمام بن كثير بالتنوين بخلاف الإمام حفص أن الإمام حفص قرأها بحذف الألف يعني قرأ ألا إن ثمودا ثمودا كفروا ربهم أو أعثف ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وعادا وثمودا وقد تبين وثمودا فما أبقى أما الإمام بن كثير فقرأها كما ذكرنا بتنوين الدال إلى هنا يا إخوة الكرام ينتهي هذا الدرس نختم هذا اللقاء ربنا تقبل منا إنك أنت التواب العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدين وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته